تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود صندوق مصر السيادي في ترويج للفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة في السوق المصرية حول العالم وخلال اجتماع بحضور وزيرة التقطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من المسؤولين تم استعراض تقديرات الاستثمارات الأجنبية المتوقعة التي يعمل الصندوق على جذبها خلال المرحلة المقبلة كذلك تطرق الاجتماع إلى الاستثمارات المرتقبة في مجال الهايدروجين الأخضر في إطار ما تم توقيعه من التفاقيات الإطارية على هامش انعقاد قمة المناخ كوب 27